بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المسيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين وبعد مرحبا بحضراتكم أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام وحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه أولى حلقات برنامجكم الجديد على شاشتكم المباركة شاشة قناة الرحمة وبرنامج لتسكنوا إليها هذا البرنامج إن شاء الله يركز على إنشاء أسرة وتكوين أسرة مسلمة كيف تعيش في ظل الإسلام وكيف تعيش حياتها على منهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أسرة لو حدثت مشكلة بين الزوج وزوجته كيف يستطيعان حل هذه المشكلة ومواجهة هذه المشكلة لأنه من الطبيعي إن تحصل مشكلة شيء عادي جدا إن يحصل مشكلة فبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم حدثت فيها مشكلات وليست مشكلة فقط أو مشكلتين أو ثلاث لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف يواجه هذه المشكلة وحنبدأ الموضوع بيعني نتكلم عن فترة الخطوبة وإزاي الخاطب يختار مخطوبته وكيف تختار المخطوبة خطيبها وبعد ذلك تكوين الحياة الزوجية وبداية الحياة الزوجية وإزاي يعيشوا في سعادة وإزاي لو حصلت مشكلة يحلوها وإيه هي أبرز المشكلات اللي ممكن تحصل ما بين الزوج وما بين الزوجة ونتعرض بقى إنه إزاي يتعامل مع أهل زوجته وإزاي الزوجة تتعامل مع أهل زوجها وإزاي تتعامل مع حماها وحماتها وإزاي يتعامل مع أقاربها بشكل عام وإزاي تتعامل مع أقاربه بشكل عام وأي حاجة بها تحصل في الحياة الزوجية والمشكلات يعني إحنا برضو هنركز على مساء المهمة أوي المشكلات التي كثيرا ما تحدث دعي إن شاء الله هنسلط عليها للأضواء بإذن الله تبارك وتعالى وبرضو عايزين نقول حاجة مهمة أوي برنامج لتسكنوا إليها حيركز عليها وديها تبقى حاجة جديدة خالص بإذن الله محدش عملها اللي هي إيه اللي هي انطلاقا من كلام ربنا سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا فإحنا من خلال برنامجنا ومن خلال تواصلكم معانا إن شاء الله على صفحة البرنامج على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا بشكل عام أو على صفحة قناة الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى أو صفحاتي المتنوعة والمتعددة والمختلفة على السوشيال ميديا حنستقبل مشكلاتكم وحنحلها وحنستقبل مشكلاتكم ونواجهها وحنستقبل مشكلاتكم ونتعرض لها لو حتحتاج مننا حلقات إن شاء الله سنفرد لهذه المشكلات التي تأتينا بإذن الله تبارك وتعالى حلقات وحلقات من خلال هذا البرنامج لتسكنوا لها لأن تسكنوا لها اتعامل علشان البيت السعيد اتعامل علشان الزوج والزوج اتعامل علشان لو أي تجاوز حصل وأي خطأ حصل وأي مشكلة حصلت إزاي نتعامل معها وإزاي نقف قدامها لأن طبيعي جدا أن يحصل أي مشكلة على فكرة طبيعي خالص أن يحصل مشكلة ما تستغربش ولا تتعجب أنا كل يوم والتاني تحصل مشكلة عادي خالص وخلي بالك سنة أولى زواج دي هي من أصعب سنوات عمر الإنسان سنة أولى زواج من أصعب سنوات حياة الإنسان ليه؟ لأنك أنت دخلت حياة جديدة لأنك أنت بتتعامل مع حد أنت قاعد معك 24 ساعة الوحيد والوحيدة اللي بتقعد معاه يعني إذا كانت هي زوجتك فأنت الوحيدة اللي بتتكشف عليها الوحيدة اللي بتنم معها الوحيدة اللي أنت بتأكل وتشرب معها يعني مش الوحيدة أنت أغلى بالوقت أنت معاها يا إما نايم يا إما آكل يا إما شارب يا إما خارج يا إما فسحة يا إما جوة البيت يا إما برى البيت يا إما حياتك كلها مع بعض فانت طبيعي جدا تبقى تفاصيل التفاصيل لها هي وهي طبيعي جدا تفاصيل التفاصيل بتاعتها تبقى ليك انت فانت طبيعي بقى لما تحصل مشكلة وممكن بقى تحصل تطلع منها كلمة مثلا في اول يوم ولا حاجة تقول لها مثلا ايه انا عاوز اقول انا جعان مثلا تاني يوم بقى والصباحية وصباحية ومباركة عليس وتقول لها انا جعان عايزين نفطر فتخش تعمل الفطار او ممكن تقول لك كلمة بتعمل الفطار فكلمة دايك انت باستغربها لكن مرة في اتنين في تلاتة في اسبوع في شهر الكلمة هي بتقول نفس الكلمة في نفس الموقف وانت علشان انت بدأت تفهم دماغها وعرفت هي بتفكر ازاي فبتعدي ده تمام لانك عرفت ان هي ما توصلتش حاجة عرفت ان هي لا ده هي جواحل وده هي طيبة لا ده هي قلبها نظيف لا ده هي متعودة تقول الكلمة دي وانت برضو على فكرة بص يعني الزواج يا جماعة شركة ادمية زي ما الشيخ الغزالي رحمة الله عليه سماها شركة ادمية يعني انا اعتبر مثلا ان الزوج هو المدير وزوجته هي نائبة المدير لو هما الاتنين المدير ونائب المدير عايزين الشركة تبقى ايه عايزين الشركة تعالى وترتقي صح ولا لا انت برضو كزوج وهي كزوجة خلوا حياتك ترتقي انك تعامل انت كمدير وهي تتعامل في البيت كنائبة مدير ان هي تقول لك لا عايزين نعمل حاجة الفلانية طب ايه رايل وتبقى انت ايه يعني بتسمعها وهي برضو لما تحب تعبر عن اللي جواها تقوله بصنعة لطافة والكلام يعني الكلام المهذب والمنمق لو سمحت لو سمحتي طيب وتفضلي طب بعدي اذنك ويبقى فيه احترام يا جماعة احترام واهتمام وحب وأمان وحنان كل الحاجات دي احنا نتكلم ونتكلم كمان عن علاقات علاقات الفراش يعني اه مفيش لا حياء في الدين او لا حياء في العلم يعني اللي هو ايه في حياء طبعا في الدين لا حياء في العلم ان هو ان الله لا يستحي من الحق انت عاوز تفهم انت وانت ممكن مثلا يعني الراجل اللي بيصدع زوجته يقول ان انت لو امتنعت عن الفراش الملايكة تبيت وتلعنك وانا ضد ده انا ضد ده ازاي انت ما تقولهاش كده لان انت ممكن تكون السبب في انها هي التي امتنعت عن الفراش ايوه ولو امتنعت الزوجته عن الفراش لأسباب فان باتت باتت لا تلعنها الملايك وانا كاحمد علوان انا مسؤول عن الكلام ده تاني وممكن يقولها ايه انت لو انت ما حققتليش اللي انا عاوزه وما نمتيش معايا وما دتنش حق على الفراش انت الملايكة حتلعنك فبقوله بقوله اركز في الكلام ده عشان فيه ناس بتضع الاحاديث في غير نصابها واللي بيضع الاحاديث في غير نصابها ويفهمها على مزاجه ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتموى مقعده من النار لان زي ما خدت النص افهمه كويس ما تاخدش النص زي مرة جات لي مشكلة وخلي بالكنا في خلال حلقاتي وخلال البرنامج هتلاقيني بقولك مشكلات كتير لان اللي خلاني اعمل برنامج زي ده لتسكول ولاية ان في مشكلات بحضرها كتير والحمد لله واحد بيوفق فيها كتير فحبيت اخدم ده بشغل اكاديمي مشغل علمي فالحمد لله ربنا وفقنا واخدنا بعض الدورات والدبلومات المتخصصة من مركز متخصصة ومن اماكن متخصصة وزي عين شمس وغيرها فحنقول مشكلات وان انا حضرت للمشكلة الفلانية تمام طبعا مش هنسمي اسماء الجديد بقى اللي احنا عايزين نقوله ان اي حد عند مشكلة زي ما كنت بقول في الاول يعرضها علينا يتواصل معنا عن طريق السوشال ميديا لو فيه امكانية وانا مكرس نفسي كل شهر احل المشكلة كل شهر احل المشكلة لو فيه مشكلة تتحل عن طريق التليفون ما فيش مشكلة لكن المشكلة محتاجة حضور انا ما عنديش مشكلة خلاص ان انا احضر وكمان احنا خدنا الاذن من ضغط القناة ان احنا نقوم بتصوير المشكلة دي ما بين الزوج والزوجة ان وفقا ويتم عرضها كمان على الشاشة ان شاء الله بس هتبقى بشكل لطيف وشيك ان هو اذا كان مش عايز زوجته طبعا احنا مش هتظهر مش هتظهر هو كمان مش عاوز لهو ولا هي يظهره حيكونوا موجودين والوجوه ما تظهرش برضو ده حقهم بس الفكرة انه يسمح ولانا بان احنا نحضر المشكلة ونحضر المشكلة ونعرضها ده ليه مش تشهير ولا لا ده علشان الناس تتعلم ازاي تخل المشكلة لو حصلت المشكلة يعني مثلا دايما بترد علي طبعا انا لما بترد علي وانا بمسيكش انا انسان عصبي فلما بترد علي برد علي فكلمة مع كلمة ممكن يحصل الجران يسمعه احل المشكلة دي ازاي نعرف نحلها ازاي ساعتها تمام انا اقول لها اقومي صلي تقول لها انا ما بصليش طبعا انا مش عارف يومسك الموبايل وانا تعبت من ده شيخ مشكلات كده وفي مشكلات حويصة في مشكلات لما بحضرها بقول الحكم فيها الطلاق زي مثلا المشكلة كثيرا ما يتطاول الزوج على زوجته بالضرب البنية والروسية واش عارفه وانت عارف بقى شغل الحلبة والمصارعة تمام جاءت في بيوتين بس بحتاجين حنصور المصارعة وهو يضربه هو يتضربه ولما حضرت المشكلة يا جماعة ليه كده قاله مش اول مرة قلت له خلاص اذا ذهب الاحترام خلاص سيبه كل واحد روح لحاله لان اهم حاجة ما بين الزوجين يا جماعة الاحترام اهم شيء او من الحاجات المهمة اوي الاحترام ما بين الزوجين اذا الزوجة ما احترمتش زوجها ولا الزوج احترم زوجته مهما كان هناك من الحب فان هذا يذوب ولا تدوم الحياة دي مشكلة مشكلة من المشكلات يعني خيانات يعني سبحان الله العظيم لما تجيني مشكلة واحدة وبرضه قلت لها حقك تنفصلي طبعا انت مش ادرة ليه لان هي بتقوله ان هو زنى قبل زواجه مني واعترف لي بذلك وسامحته خلاص وقبلت ان انا ايه اتزوجه وتزوجته كويس عدك العيب قطر خيرك وكمان لجاب لي شبكة ولجاب لي حاجة وساعدته في في الشقة اللي احنا والله تشكري لكن لان يجي الراجل لا يصون هذا لا يصون ان هي عفت عن خطأ قبل الجواز واعترف بدا على رجل انه ربنا ساطره فكان بفوض انه يستر المهم وساعدته في في بناء السكن وتنازلت عن حاجات ولا كان فيه ايمة ولا كان فيه دهب والدنيا كانت ماشية بالبساطة خالص ماشي لكن انت تيجي بعد ده وتقول لي انا شفت مرة الموبايل او شفت الكمبيوتر بتاعه حسابات والمسينجر لا ده فلانة بعطاله صور واخد موعد من فلانة علشان يروح يقابلها فده حصل اه بتقول بعد انت ما عملت معها ده كل والحاجات الحلوة ده كلها ما افتكراش لا ما افتكراش فانا مش قادر خلاص من حقك تفاصلي ما عليش يعني هي هتستمر حد امت ما زي يقولك المرأة المتهانة دبلانة يعني كده متهانة متهانة في مشاعرها ومتهانة في نفسيتها ومتهانة في كرامتها ومتهانة في انثتها ومتهانة كزوجة فمش هينفع انها تكمل حياتها بالشكل ده ففي حاجات ده لما نحضرها نقول لا يا جماعة دي المشكلات دي مشكلات تافهة قوي ما ينفعش انتوا يجابيني عشان ده بس والله احنا بس احنا ممكن نقول يعني مسلا لما راح حضرت المشكلة قريب عن الطرحة مشكلة الطرحة دي بقول لك بس انا هودالك بشكل اجمالي هو عايز يطلع ومش طيع عشان هو عاوزها تطول الطرحة شوي تطول الطرحة شوي وهي لا انا الطرحة كده عجبان اقسنا لما بطولها بحس ان انا سيت كبيرة طب يا جماعة مش عارف ايه وحضرت المشكلة من هنا ل هنا طيب يعني طب طوليها كده اه والله شكلك فيها حلو وبعدين الراجل بيغير عليك يعني ده حقه هيغير على مين وخلاص خلصت المشكلة والحد دلوقتي عايشين والدنيا زي الفل فسبحان الله العظيم حاجات يا جماعة احنا يعني محتاجين ان احنا نقف معها عشان كده جيه برنامج لتسكون وليها عشان يسلط الأضواء على الحاجات دي وعلشان بيوتنا محتاجة ان هي تأسس هذه الحياة اللي احنا محتاجين ان احنا نفهمها محتاجين ان احنا نفهمها ازاي صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيروح يحج بيركز قوي انا عاوز افهم فقه الحج ركز معاي وركزي معاي انا لابس العمامة على فكرة بس انا حد يعني يعني الناس اللي كانت متابعانا في برنامج اخلاك مفقودة لا هنعود نقول امثلة وحكاوي ويتحس ان انا شاب بقى ايه بتاع اليومين دول وحاجات وهقولك حاجات كده ايه زي حوار فاكس زي مش عارف يعني لازم احنا ننزل للغة الشباب ونبقى برضو الطريقة كده طريقة بس اهلة وبسيطة علشان نأثر وعلشان نلفت لانظار وعلشان الناس تركز الدنيا بص لا فيه انغلاق ولا فيه انفتاح وانحلال دينا ما فيهوش لا ده ولا ده وربنا قال يريد الله بكم اليسر مش معنى كده انا هنزل في القاع لا خالص تمام فانت تركز معايا وانك تفهم الحياة الزوجية ده امر مهم قوي قلتلك اللي بيروح يحج ولا حيقد مناسك الحاج ممكن يقديها في اربع تيام مناسك الحاج هيعملها في اربع تيام لو هو حاج بقى ايه حاج السريع بقى والحاج السياحي تمام بفلوسه بقى والدنيا مرتاحة لو هو حاجة اول مرة حيسأل ويقرأ ويشوف ويروح للشيخ الفلاني ويروح لواحد حاجة قبل كده طب انت عملت ايه خليت ايه ليه علشان يقد الحاجة صح علشان يقد العبادة صح والعبادة تاخد منه الحاجة ياخد منها يدي اربع خمس ايام كويس لكن الحياة الزوجية اللي كتير من الشباب والبنات مفهمهاش قبل ما يخش عليها فعلا مفهمهاش ولذلك بتحصل مطباط انت ازا كان عندك في الطريق فيه مطب صناعي المطب الصناعي ده لما بيتعامل صح ما بيقصصش على العربية خالص سواء كانت سيدان او سواء كانت شباب او سواء كانت عربية عالية مش هيؤثر عليها او سواء حتى كانت عربية كده ايه عارفون عربية الزمان اللي هي العربية الصغيرة التمنية اللي بيسموها ايه زلموكة اللي هي المهم ما تحقش مهما كانت واط مطب صناعي مطب متعامل صح فانت ممكن انت ماشي قبلك مطب مش صناعي ما قبلك مطب اللي كان عامله كان شارب ولا كان عامل دماغ ولا هو كان بنتين من العربيات ولا ما تعرفش ايه فالعربية هيحصل لها حاجة في العفشة في الفردة الكويتش يا اما مطب محفور يا اما مطب الفوق والعربية لازم تحك ولو فيه تمرك من وراء جماعة لو سواء تنزله تمام وممكن يسيبه وميمشي يرخم عليه المهم في حياتك هيحصل مطباط في حياتك الزوجية لازم يحصل مطباط طبيعي يا جماعة طبيعي وخلي بالك كمان ده انا هقولك ان المشكلة لها فايدة قال لا ايه الكلام الغري اه المشكلة لها فايدة اه طبعا يعني يحصل ما بين زوجي ومشكلة ويحصل ما بين الزوج وزوجته مشكلة واستفيد منها ايه طبعا ازاي هقول ده بس هقولك برضو شكل اجمالي ان حصلت المشكلة وتيجي بقى ممكن تعيط وممكن تعمل من الحبة قوبة وشعف تدل عليك شوية وانت بقى ايه تحنفة طب خلاص حقك علي والله لما كنتش يقصد وتيجي باخدها حضن اه خلاص الحضن ده هيقلف ما بينكم اه هيقلف ما بينكم وهيرجع الدنيا خلاص وفايدة كمان يعني وقرب المسافات وفايدة كمان انه خلاك فهمتها في المشكلة دي عشان لما تحصل منها تاني او تحصل منك خلاص يا فهمتك خلاص كده ده فايدة اه فايدة تالتة انكم اه كل ما تحصل مشكلة بص لما تحصل مشكلة هتعرف ايه سبب المشكلة وهتعليجها هتحصل مشكلة تانية بس من نوع تاني اللي مش حلو ان تحصل نفس المشكلة وتتكرر دي الازمة يعني ما تردش علي ترد عليه ما تعنديش تعنت اعملي لا مش عامل مش عارف تعالي معايا نظر لا مش جاية ما انت ما بيجيش خدت بالك فاحنا المشكلات لها فايدة اه المشكلة وحنتكلم عن ده ان شاء الله بنقول فاهم الحياة الزوجية انت محتاج تفهم الحياة لانت مقبل عليها زي ما بتفهم ازاي تصلي زي ما بتسأل ان انا لو حصل معايا حاجة في الصيام بسأل لو حصل معايا ان انا رجعت ان انا مش عارف نزل دم ان انا مش عارف اللي عنده مثلا النقطة ما بتنزل بعد الوضوء او بعد خروجه من قضايا الحاجة كل ده انت بتسأل عشان تعرف طيب العبادة زكاة صلة انت بتقديها في خمس دا ولا في عشر دا حاج في اربع خمس ايام كويس الحياة الزوجية مدى الحياة يبقى أولى بك انك تفهم هذه الحياة التي انت مقبل عليها ما تسيبهاش كده مش عيب على فكرة خالص انك توعد مع حد او تاخد دورة في ده ويا ربي عنا يا ربي عنا ونشوف موضوع الدورات ده وممكن نفعاله هنا في القناة بإذن ليه لأ ونجيب نتخصصين نفسيين وطربويين وقسريين ودنيين وعلماء ونعمل دورة متكاملة كده للي عاوز ليه لأ حاجة جميلة حاجة جميلة انك وانت داخل على حياتك الزوجية او انت داخل على حياتك الزوجية تبقى عارف انت رايح فين عارف انت تتعامل مع مين موضوع شيء مهم قوي ليه لأن واحد واحد يجي مساء ليه اول اسموع زواج ايه رايك في مشروع الزواج واجي يا عم والله الواحد كان مرتاح يقول لك كده يا عم الجواز ايه وبتاع ايه ده بس كتأول ليه لو خلاص واحد يقول لك لا يا عم ده اول شهر شهر اول كده لو العمر كله او الحياة كلها زي اول شهر كده والهانيمون ده وشهر العسل والكلام ده ما هي الزوجة ممكن تبقى عايزة ايه حياتها كلها هانيمون شهر عسل ايه ما بتحر بتروح القتيل تقعد تنزل المطعم اوبن بوفي في الفطاء وغدا اوبن بوفي وعاشها اوبن بوفي وتقعد على البسين شوية وتنزل للبحر شوية متفل وعشرة اغدالها مثلا العرض اللي هو بتاع تلت ليالي واربعة تيام الناس اللي بتروح او اغدأ وسبوع او اللي يروح مثلا برة مصر يروح تايلاند يروح تركيا يروح ماليزيا يروح اي دولة من دول اوروبا فيونفقرة الحياة كده كلها بس على فكرة هي الحياة مش كلها كده بس الزوج بعقله وبوعيه وبزكاؤه لاني خلي بالك هقول حاجة وهتستغربها المشكلة الزواجية او اغلب المشكلات الزواجية سببها الراجل ايوه شوف الشيخ احمد باوت هينحزل الست ويوقف ضد الراجل لا خلي بالك انت عندك العقل بالحاجات اللي معانا المدلولات اللي معانا والاستخراجات اللي معانا والاستنتاجات تقول كده رب نقال الرجال وقومون على النساء يبقى انت اللي انت اللي بيدك الامور تب ازاي الراجل اغلب المشكلات الزواجية هو سببها حاجتين مهمين اما هي اللي عملت المشكلة وانت ما عرفتش تحله يبقى انت سبب او انت السبب في المشكلة خلاص كده يبقى موضوع ايه برضو حيلف ولف ويرجعلك لو فيه زوجة قاعدة بتشوفني دلوقتي هتقول والله الشيخ احمد ده كده اسمع بقى تقول له ركز بقى مع الشيخ احمد ايوه خلي بالك المشكلة حصلت انت كزوج ما عرفتش تتعامل معاها ما عرفتش تقول لها كلمة حلوة على فكرة الزوجة تطلع 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 سمع سمع ولو لتلع حقك علي بس انت ما عملتش ده وخلصت على فكرة الاعتذار ما يعيبش الراجل والاحترام ما يعيبش الراجل وانك لما تغلط تقول انا اسف مش عيب خالص وهعلمك ده وهقولك ان ده بالعكس ده قمة الرجولة كمة الرجولة انك تقول لها حقك علي قمة الرجولة تقول لها انا اسف قمة الرجولة انك لو بات بقى بتتكلم بقى وات بقى ايه زي الشباب ايه ام سوري مش عارف ايه لا امش عايزين ام سوري وعايزين انا اسف برضو احنا مش عايزين ايه الامور تفتح مني نعم ان هي بتقولك انا بحب كذا تب ما تعمل لها يا عمي كذا انت بتعنت فيها ليه بتحب انك لما تصحى من نوم تقولها صباح الخير يا حبيبت ما تعمل ده بتحب انك لما تصحى من نوم تدها بوس على خدها ما تعمل ده تب ما انت كنت في الخطوبة بقطع السمك ودلها عايز انت لو رحت لها اليوم السابت عايز تروح لها لحد وتبقى خارج من عندها وتكلمها انت وحشتين انت لسه سايبة وقت كنت مطمطع السمك ودلها فطت الخطوبة صح ولا انا جلطة تبعينك في عيني بالله علي تبعين ليه بعد الجواز او يعني يعني زي اقول لك كده ايه مثل كده عايز افتكره اه اذا كتب الكتاب خارج الحب من الشباك ليه يعني بمجرد خلاص ما احنا كتبنا الكتاب وبقينا ازواج وتزوجنا خلاص خدتها بقى بتاعتي خلاص بقى انا حر اعمل لانا عاوزه لا تتعامل كراجل تتعامل بما يليق بالرجولة الرجول احترام الرجول اهتمام الرجول مراعاة للاخر الرجول السماعة لان برضه خلي بالك لما اتكلم بعد كده في المشكلات من المشكلات مسألة الحوار مسألة الحوار اتيجي بس عن زوجتك ايه اولا تعمل من الحب اوبا تعمل حوار من لاحوار لما تيجي اتكلمك في تفاصيله والبنت عملت والوضع عمل وانا شفته ويا محمد مش عارف ايه وهو مش طائق كده تتكلمي في ايه حاجة بس هي عايزة تسمع لان خليباك من طبيعة الرجل انه يهتم بالايه بالاشخاص المرأة تهتم بالاشياء المرأة لكن الرجل ايه اشخاص واضحة فدي برضو من الاهتمامات للثوارق بين رجل ومرأة وبرضو من الحاجات المهمة اللي هتكلم فيها لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة قال عمران ولخص الثوارق المهمة بين الرجل ومرأة في كل حاجة وتعامل منها علم لما قالوا ليس ذكروا كالانثى بل لازم تعرف انت كراجل مختلف عنها كانثى وهي كانثى مختلفة عنك كرجل لازم نعرف ده فطالما في ثوارق وطالما في حاجات انت مختلف عنها فيها وهي مختلفة عنك فيها فلازم تعرف بقى ان احنا نكمل بعض نكمل بعض نفهم الحياة الزوجية التي نحن مقبلون عليها خلاص كده يا جماعة نفهم انت راح فين انت هتعمل ايه انت هتتزوج هو انت فكر الجواز هانيمون بس وخلاص هو انت فكر الجواز ليل الدخلة هو انت فكر الجواز خلاص هتاخدها والعروسة والشابكة والشوك والكوشة والتصوير والفوتوسيشن والفستان وخلاص لا الموضوع اكبر من كده بس انت تقدر تخلى حياتك حلوة بزكاءك بقى والله اللي هيتابع برنامجنا ده هيفرق معاه لان انا هجيب لك من قلب الحدث لان انا هخش البيوت لان انا هعرض مشكلات لان انا ممكن اتكلم عن مشكلة حصلت بينك وبين زوجتك وهقولك تعاملها ازاي وتحلها ازاي مش هقعد لك الامور ولا هقولك قال الله عز وجل قال رسول وهقول ده وهستعين بداه طبعا لازم نقول ده بس هقولك الدنيا بشكل حلو تمام شوف انا كل ده ولسه ما دخلتش في عنوان الحلقة النهاردة انت بتتجاوز ليه اصلا انت بتتجاوز ليه يعني سألتش نفسك هو انا بتتجاوز ليه واحد يقولك عشان ازود المغفلين واحد لا هو اخطأ فعلا اخطأ يعني الناس اللي كلها اللي متجوزة مغفلين لا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وطبيعي الكون كله عبارة عن زوجين سواء كان في نبات في حيوان في طر حتى في جماد النواة أو الظرة نواة مجبة وسالبة إلكترون ونيترون ده جماد بس فيه ذكر وأنسة مجب وسالب ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون عشان تخلي بالك إنك طبيعي طبيعي إنك يبقى في حياتك حد طبيعي إنك تبقى مرتبط بحد على فكرة طبيعي إنك تحب بس في الحلال طبيعي إنك تفرغ شهوتك بس في الحلال وبتاخد على الأجر فأنت يسأل نفسك أو أنا بتجوز ليه ست حاجات مهمة قوي تكلم فيها بعد ما تصلى على سيد النبي صلى الله عليه وسلم هقول حاجات كده إجمالي وبعد كده ليه نقول تفصيلي أول حاجة بحطها قدامي أنا بتجوز ليه لإعفاف النفس مع احتساب الأجر أنا بعف نفسي هعف نفسي واخد أجر آه يعني أنت هتمتع نفسك وتشوف اللي أنت عاوز وشوف رقبتك إيه وتاخد أجر يا سيد ما هو أنت عملت ده في الحلال ربنا يا رب رزقنا جميعا الحلال ويجنبنا الحرام قولوا أمين اللهم أمين يبقى يعفاف النفس رقم واحد اتنين إكماله الدين هو أنا ديني مش كامل لا بس ده هيعينك إنك تحافظ على دينك بدل ما أنت في الريحة والجاية بطبص الكل ساقطة ولاقطة وإيه أصلا الله أنا تعبان أعمل إيه معزور بدور على عوسة تبص على كل الريحة والجاية مش كده خارس ضع عوسة لو أنت حاوس حد معين تبص له بيس إكماله الدين ثلاثة إن جابوا الذرية وعمارة الأرض حط الحاجات دي قدامك الشاب اللي لسه ما تجوز يحط الحاجات دي وده ما أنا بتجوز ليه تستحضر الحاجات دي قلنا واحد إعفاف النفس اتنين إكماله الدين ثلاثة إن جابوا الذرية وعمارة الأرض أربعة الاستقرار والطمأنينة والتغلب على الوحدة ما بقاش لوحدي في ناس من الوحدة تعبت نفسيا على فكرة تستهزاش بلك أنا قوي أنا يامو سترونج أنت خالفت الفطرة الفطرة إنك يبقى في حد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها محتاج واحدة تقول لك كلمة حلوة محتاج حد يغسر لك هدومك محتاج حد لما ترجع يستقبلك محتاج حد يسأل عليك محتاج حد يتحرك معاك محتاج حد ينم معاك النبي عليه الصلاة والسلام قال الشيطان أقرب من الواحد لو لوحدك الشيطان هيشتغلك وهو من الاثنين أبعد ما يبقى أنت الزوجة معها الزوج أو الزوج مع زوجته ووضع مختلف خمسة تعاون في مواجهة الحياة أنا هتزوج علشان عايز حد يعيني وارزقني زوجة تعينني على أمر ديني ودنياي ديني أقيم الليل يتشجعني ديني إن أنا محتاج لازم حد يصحيني الفجر بعرفش أصحى لوحد كتم بتصحين خلاص ما أنا روح تبعيد عن أم خلاص زوجتك تصحيك أو أنت تصحي زوجتك فتاخد أجر وتاخد سواق رحم الله رجلا قام من الليل فصلت رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت سادس حاجة باب رزق كبير أوي باب رزق كبير أوي أيوة مش هيكت بترزق عند أبوها لما تتجوزها الرزق بتاعها جاي معاها بقى عندك أنت وبقى دايات القرآنية والحديث النبوية اللي بتؤكد ده وأن ربنا بيعيني اللي بيتزوّق وأن الرزقهم بيكبار والحياة مليئة بأمثلة ونماذجة تدل دلالة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أن الله سبحانه وتعالى وسع على كثير من الأزواج بعد حياتهم الزوجين خدوهم فؤرة إيه يغنيهم الله صح سعدته ويفيت معاه مش عارف سوبر ماركت في مكتبة بدأ المكتبة مكتبتي إن شاء الله جاب عربي عربيتين عنده عربية وعندها عربية مش عارف اشترى بيت فين وسع ربنا وسع وهو كان شغال عند حد بعت الدهب بتاعها تبتع نجيب بضاعة تب مش عارف فيه وهكذا تكون الحياة دي ست حاجات نتكلم بقى واحدة واحدة كده إعفاف النفس الأصل في الزواج إنك تعف نفسك أصل خلي بالك لو عينك زيغة ورب العزة ما هيكفيك عشرة لو عينك زيغة لو عشرة قدامك هتاخدهم وانت بخلص وعايز كمان عشر وهات كمان عشر لو عينك زيغة فأنت تتزوج والله هو مش بخلينا عاوز حاجة بس معاملته مش حلوة عندها حق كنت مرة كدبت على صفحتي على الفيسر نغنغها معنويا قبل أن تنغنغها ماديا من محتاجة نغنغها عاطفية أه زيك يا حبيبتي عاملة صباح الخير عاملة إيم مش عارف تبعت لها رسالة على الواتساب والسوشيال ميديا مكسرة الدنيا وسهلة ومش مكلف سواء واتس تيليجرام مسينجر اه فيس اه واتساب اه تانجو ايمو لاين تيك توك هي عاعد ما تقولوش بقى أصلا مش فاضي دي حاجة دي مش فاضي يا سلسلة أخب منك خمس ثواني وأنت لو بعدت قلب كده هايخب منك سانية تشت خلاص والولوب جاهزة حتى موجودة في الواتساب سعيب وغيره انما انت مالكش مزاج ما تقولش انا مش فاضي انت مالكش مزاج وعلى قدر عفة الشاب قبل الزواج بتكون حياته حلوة بعد الجواز تاني على قدر عفة الشاب قبل الزواج تكون حياته السعيدة بعد الزواج لان هي معادلة يا شباب ويا بنات ويا ازواج اللي بتشوفون معادلة ازاي انت قلب واحد وعقل واحد وروح واحد وعاطفة واحد ومشاعر واحدة لو عدت تفرغها هنا وهنا وهنا قبل الجواز حتخمل وتضعف زي اللي بيعمل العادة السرية انا مرة والله العظيم كلمني شاب عمل العادة السرية حتى نزل ددا للمالي دم قضى على نفسه شو بيعمل ديه لحد ما يعود ده ويبدأ يجيب بني تاني موضوع صعب هو ارهق نفسه فانت لما ترهيك نفسك عاطفيا ومشاعريا ومعنويا قبل الزواج تيجي بقى زوجتك بعد كده تقول لك قل كلمة حلوة انت قلت كتير قبل الجواز وكان ما قضيها في الجامعة ايه ولد يعني يلبس اللطقم الجديدة ويشيك نفسه والبرفان والاسبري والتسريحة ويقف قدام المرأة بالنص ساعة عشان انا عندي ما قبل البنت النار هنخرج مع بعض ممكن كل شهر مع واحدة والله العظيم ممكن في شهر هو مع اتنين تلاتة مش عارف عديلك كم واحدة خلص معدي ازاك عامل ايه مفاهمني واصبح ده مش حب واصبح ده لعبة على عقول وشهوة ونزوة فالعفة ان انا اتزوج علشان اعف نفسي اه مطلوب هو ده ده اساس الحياة الزوجية وانك خليك انت بتتجاوز لي عشان اعف نفسك تمام وزي ما قلنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذي قام الراجب عن سنتي فليس من علشان انت لو مشيت في الغلط النتيجة غلط نقيب المأذونين عام 2020 بقول لجما احنا عندنا 250 الف حالة زواج سري بين الشباب في الجامعة 250 الف حالة زواج هما بيسموه عرفي انا بعترض طبعا بعمل اكس على ده عرفي ايه عرفي اعنا تعرف عليه الناس لا زواج سري ان هو تعالي وشك دم وشك دم اه واتجوزنا وورقة بيضة ويجيب اصحابه ويشهد شكرا ليه علشان هو ياخد شقة وخلاص يفضوا علاقتهم مع بعض وشكرا يلا وشهر واثنين انا معرف كيش وحصل والله حصل وانا لقاتي بمشكلات او ب ازمات خارج نطاق المجتمع مجتمع في ده المتين وخمسين الف حالة زواج سري نتج عنهم اقرب من مليونين طفل مليونين طفل ما جولي النسب في الشوارع مش لقيلهم ابا ولا ام انا كان فيه زميل قريب كان ليه معاه معاد الصبح الساعة تسعة كده يتأخر علي كان ليهما مايردش لحد ما هو جيه بعد الظهر او العصر بيكلم ايه يا عام قال لي والله احنا كنا طول الليل سهرانين انا وجراني في العمارة ليه يا عام قال لقينا بنت مرمية في مدخل العمارة كده او في حتة كده جنب العمارة بنت بتاعها اسبوع ولا عندها اسبوع ولا حال وجنبها الببرونة بتاعتها وفي شنطتها وحد منبسها ومهتم بيها فاحنا خدناها عبل ما روحنا بقى ودناها الاسم وتعرضنا عن نيابة الصبح ومش عارف ايه وجيبتها فين ولقيتها فين هذه حاجة عارف حاجة يعني هذه عارف حاجة حدث عن ده يعني كتير اللي لقوها في الزبالة واللي لقوها على الرصيف واللي لقوها في داخل باب المسجد واللي لقوها فين كل هؤلاء مجهول النسب فالحلال ما فيش يحسن منه صاحب الحرام يقع الغرب بقى قصة والهلك ولد كان كل يما يتقدم لبنت يروح لابو يقول له يابني هذه أختك وأمك لا تدري يروح يتقدم لبنت أو يعجبه بنت فعايز يتجوزها فيروح يقول لابو ده في بلاد الغرب يعني فيروح يقول لابو فابو يقول له هذه أختك وأمك لا تدري يعني انت فاهم يعني ايه يعني كنت غلطان مع أمها غلطان مع مموتها يعني جاية ايه اللي انت رحت اعتبر دي أختك غلطت مع مموتها فاهم يعني بنت زينة هذه أختك وأمك لا تدري فيروح يشتك لأم مرة تانية يروح لوحدة هذه أختك وأمك لا تدري وروح يشتك لحد ما زيه فمانته بتقول له خذ ايا من هؤلاء فانت لست ابنه وهو لا يدري ايه رأيك فانت لست ابنه وهو لا يدري الشباب بيقولوا لخمس دقائق دايما الكلام الحلو بيخرز بسرعة مش عايزين بقى ان لو قلنا حاجة يقولك الشيخ بيغنب بقى اللي لقوات الحلو بتعدي بسواني والكلام ده بلاش نقولها ماشي يا أستاذ وليد تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اعفا في النفس انك تعف نفسك خلي ده هو يعني لما انت تبقى عاوز تعمل حاجة عايز تفرغ شهويتك تفرغها في الحلال ولا تفرغها في الحرام في الحلال طبعا في حسن من الحلال كويس يبقى انت لما تبتعد عن الحرام شيخ ربنا هيبارك لك ولا تقربوا الزنا سبحان الله لما ربنا يقول ولا تقربوا الزنا ما يقولش ولا تزنو لانه لو قال لا تزنو بما قبل الزنا جائز وحلال وحلو ان انا سبل للبلت ده حلال ان انا اغمز لها ده حلال ان انا حط ايدي في ايدي ده حلال ان انا ابعت لها ده حلال ان انا اضم عاوز لا لو قال لا تزنو بما قبله كله جائز لكن قال ولا تقربوا الزنا وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا وأن يعلمنا ان اي حاجة تؤدي الى الزنا حرام الكلمة اللي توصد منها حاجة حرام لو بتلبس علشان تغري البنت حرام لو بتقف دم المرأة وتتسرح علشان تعجب البنت حرام لو بتتبرفن علشان البنت حرام في المقابل با لو بتعمل ده عشان خاطر زوجتك حلال شف الوسائل لها حكم المقاصد ده قاعدة اصولية انت بتعمل ده ليه انا بشتري سكينة بشتري كابريت بتشتري ليه عشان زوجتي تولع به البنتجاز او عشان السكينة تقطع بها الصلطة لكن بشتريها عشان نأذي حد او عور حد يبقى اصبح لايه الوسيلة حرام ليه لان المقصد حرام فانت بتتبرفن وتتشيك ليه عشان البنت حرام طيب عشان زوجتك حلال ابن عباس يقول ان اني احب اني لا احب ان اتزين لزوجتي كما تحب ان تتزين لي زي مية بتحب ان تتزين لي انا كمان بحب تزين له دي فطرة يا جماعة والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن بتغراء ذلك فأولئك هم العادون الحلال حلو وتجامع زوجتك وتتمتع على الفراش وتاخد سواب وحسنات ايوم وانت بتعرف نفسك في الحلال قال صلى الله عليه وسلم وفي بطع احدكم صدقة يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجل قال ارأيتم لو وضعها في الحرام ايكونوا عليه وزر قالوا بلى قال كذلك ان وضعها في الحلال مهدلة هتدور على الحلال تقدر عليه حسنات وثواب على الحرام سيئات وذنوب ومعاصي الشيخ شلط رحمة الله عليه يقول وما الزواج في واقعه الا ظاهرة من ظواهر التنظيم لفطرة اودعت في الانسان كما اودعت في غيره من انواع الحيوان ولولا الزواج الذي هو تنظيم لتلك الفطرة المشتركة بين الانسان والحيوان لا تساوى الانسان مع غيره من انواع الحيوان في سبيل تلبية هذه الفطرة عن طريق الفوضى والشيوع وعند از لا يكون الانسان ذلك المخلوق الذي سواه الله ونفخ فيه من روحه ثم منحه العقل والتفكير وفضله على كثير من خلقه واستخلفه في ارض وصخر له عوالم كونه ثم هيئ له مبادئ الروابط الروابط السامية التي يرتفع بها عن حضيض الحيوانية البحتة وتدعوه الى التعاون مع بني نوعه في عمارة الكون وتدبير المصالح وتبادل المنافع حلقتنا خلصت لكن كلامنا لسه مخلص ان شاء الله مكملين معاكم في حلقات قادمة ان شاء الله في الختام اعزا لكم كلكم اني في الله احبكم اشوفكم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لكم